أحببت أيها الأحبة أن أبدأ معكم هذا اللقاء بسر الرقم عشرة نحن الآن في هذه الأيام العشر لماذا هذا الرقم عشرة هل هناك أسرار هل هناك عجائب في القرآن الكريم لها علاقة بهذه الأيام وبالرقم عشرة تحديدا نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى يضاعف الأجر عشر مرات قال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في آخر هذه الأيام العشر هناك يوم من أهم الأيام هو يوم النحر عندما ينحر المسلمون الأضاحي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كلمة النحر أيها الأحبة ذكرت في القرآن هذه الكلمة مرة واحدة في قوله تعالى فصل لربك وانحر وطبعا يعني هناك شيء مذهل جدا في هذه السورة سورة الكوثر المرة الوحيدة التي ذكر فيها الأمر بالنحر للنبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة فقط في هذه الآية في سورة الكوثر يعني لو تأملنا سورة الكوثر التي ذكر فيها النحر نجد أنها تتألف من عشر كلمات بالضبط يعني سبحان الله تأملوا معي الله عز وجل عندما أنزل القرآن أراد أن ينزل أمرا على حبيبنا عليه الصلاة والسلام هو انحر أين وضع هذا الأمر من الممكن أن يوضع في سورة البقرة في سورة آل عمران في أي سورة أخرى ولكن الله سبحانه وتعالى اختار السورة ذات عشر كلمات بالضبط لأن النحر يكون في اليوم العاشر تأملوا معي أيها الأحبة إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عشر كلمات سبحان الله هذه ليست مصادفة أيها الأحبة أن نجد سورة في القرآن من عشر كلمات وسبحان الله هي أقصر سورة في القرآن المفاجأة هنا أن نصف هذه الكلمات لم تذكر في أي سورة أخرى هي خاصة بهذه السورة يعني لو أعدنا قراءة الآية كلمة أعطيناك لم تذكر إلا في سورة الكوثر وكلمة الكوثر لم تذكر إلا في سورة الكوثر سبحان الله انظروا كلمة إنحر لم تذكر إلا في سورة الكوثر في القرآن مرة واحدة فقط وكلمة شانئك لم تذكر إلا مرة واحدة أيضا وكلمة الأبتر لم تذكر إلا في هذه السورة سبحان الله نصف كلمات السورة خاصة بها يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك أيها الإنسان إن هذا القرآن ليس عبثا ليس كلاما عشوائيا كما يدعي أولئك الملحدون إنما هو كلام منزل وكأنك أمام برنامج إلهي سبحان الله الشيء العجيب أيها الأحبة أن الآية آية فصل لربك وانحر يعني الحقيقة عجيبة جدا هذه الآية تتألف أيضا من عشرة أحرف سبحان الله يعني شيء عجيب والآية الأولى أيها الأحبة إن أعطيناك الكوثر تتضمن عشرة حروف هجائية أيضا يظهر الرقم عشرة إذن أصبح لدينا الأمر بالنحر الذي جاء في آية الكوثر فصل لربك وانحر فيها عشرة أحرف هجائية عدوا معي حروف فصل لربك وانحر الفاء، الصاد، اللام، الراء، الباء، الكاف، الواو، الألف، النون، الحاء عشرة أحرف يعني سبحان الله الله ينزل أمرا بالنحر يجب تنفيذه في اليوم العاشر له علاقة بالرقم عشرة ويضع هذا الأمر في سورة تألف من عشر كلمات بالضبط هي سورة الكوثر وهي أقصر سورة في القرآن والآية التي وردت فيها كلمة النحر يعني إنحر ركبها الله بالضبط من عشرة أحرف أبجدية أو ألف بائية الفاء، الصاد، اللام، الراء، الباء، الكاف، الواو، الألف، النون، الحاء يعني والله إن الإنسان لا يعجب يعني كيف هذا التركيب في القرآن الكريم كيف جاء ثم إن جميع آيات السورة تنتهي بحرف الراء يعني لو تأملنا إن أعطيناك الكوثر بالراء تنتهي بالراء فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الآيات الثلاثة تنتهي بالراء وسبحان الله على مستوى القرآن الكريم عندما نبحث عن السور التي ختمت بحرف الراء نجد عشرة سور آخرها سورة الكوثر سبحان الله يعني تأملوا معي أيها الأحبة سورة المائدة تنتهي بحرف الراء سورة الحج سورة لقمان الشورى القمر الممتحنة القدر القدر تنتهي بحرف الراء سلام هي حتى مطلع الفجر تنتهي بالراء العاديات سورة العصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر تنتهي براء وآخرها سورة الكوثر المجموع كم عشرة يعني سر عجيب الله سبحانه وتعالى وكأنك تجد نفسك أمام كتاب مبرمج يعني كتاب فيه برمجة إلهية ليس كتاب عادي أيها الأحبة حتى إنني عندما كنت أتأمل هذه السورة العجيبة التي عندما نقرأها أو نقرأ أي سورة باستثناء سورة التوبة فإننا نقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة أيضاً ركبها الله من عشرة أحرف أبجدية بالضبط هي الباء السين الميم الألف اللام الهاء الراء الحاء النون الياء هذه هي حروف البسملة مع هذا المكرر طبعاً هذه الحروف الألف بائية أو الهجائية الموجودة في البسملة أيضاً هي عشرة سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر